يا رب نوراً يا رب عزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة نتفيأ وإياكم ظلال هذا الشهر العظيم نتفيأ وإياكم ظلال هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير ويمن وبركة وعتق لنا جميعاً من النار إنه ولي ذلك ومولاه موضوع لقاء مع حضراتكم اليوم مع موضوع جليل موضوع يتعلق بالحب تصف الحياة نعم بالحب تصف الحياة هذا هو عنوان لقاء معكم والله لو تحقق الحب بين الناس ما رأينا هذه الحروب وما رأينا هذا الحقد وهذه البغضاء بين الناس التي انتشرت بين الناس انتشار النار في الحشيم الحب لغة من كلمة حبب وكانت العرب تسمي الأسنان لشدة بياضها بحبب الأسنان فجاءت الكلمة من كول العرب هذا حبب الأسنان كناية عن شدة بياض الأسنان والحب إذا انتزع من الجسم حلت في هذا الجسم جميع الأسقام والأمراض والحب لو لا الحب ما بكى الغمام ما بكت الغيوم من السماء لأنها تحب الأرض لأن الأرض تعشك الماء ولذلك كان الماء نازلا من السماء يحب الأرض لينبت الأرض ماء لينبت الأرض نباتات وأشجار لو لا الحب ما التفى الغصن على الغصن لو لا الحب لهجر النحل الحدائك الغناء الله لو لا الحب لهجرت البيابل الفياف الخضراء الحب قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة الأخوة بين الناس هذا هو الأصل في التعامل في ديننا أن الناس يجب أن يحبوا بعضهم البعض قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يا سلام أنت تحب الله أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكذف في النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان يا سلام إيمان كامل اللي بيعطي الناس لأنه يحب الناس ليعطي الناس من قلب محب ليمنع الناس عن قلب يكره الشر نعم يقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركراك جميل والله يا أخوان إنه حديث جميل إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على محبة الله عز وجل لهم مش يغبطهم يعني بيحزدوهم كلا يعني بيفرحولهم قال الصحابة رضوان الله عليهم صفهم لنا يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله قال هم المتحابون في الله هم المتحابون في الله هم المتناصرون في الله هم المتزاورون في الله حقت محبتي للذين يتحابون لأجلي والذين يتناصرون لأجلي والذين يتزاورون لأجلي بل اسمع إلى ذلك الرجل الذي ذهب لزيارة أخي له في الله فأرصد الله عز وجل له ملكا فلعل ملك إلى أين أنت ذاهب قال لزيارة أخي في الله قال فبما تزوره قال ألي قرابة بينك وبينه قال لا ألي مصلحة بينك وبينه قال لا أفب نعمة بينك وبينه قال لا قال إني أحبه في الله ما أروع أن يحب الإنسان أخاه الإنسان ما أروع أن يحب الإنسان أخاه في الإنسانية ما أروع أن يحب الإنسان الناس لأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المستغفرين أقول هذا الكون وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو نوراً يا رب نوراً يا رب رمضان أشرق فالوجود ضياء ومن القلوب براة ودعاء نوراً يا رب نوراً يا رب نوراً يا رب نوراً يا رب